شكرا جزيلا لك زميل الأخدر بالريش والشكر أيضا الجميل والموصول لضيوفك الآيزة الذين كانوا معك في الستوديو بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الأفاضل مرحبا بكم أهلا وسهلا نحييكم ونلتقي بحضرتكم مباشرة من منعب الثلاثين يونيو بدار الدفاع الجوي في القاهرة وسط هذه الأجوال الجزائرية المصرية العربية الأمازيغية المغربية التونسية الموجودة في مدرجات ملعب الدفاع الجوي في حضور جزائري يقدر بثلاث ألاف مناصر جزائري من جاريتنا الجزائرية الموجودة في القاهرة من الجزائريين الذين تنقلوا من الجزائر ومن أولئك الذين تنقلوا من كل بقاع الدنيا لأرض أم الدنيا في مصر لحضور مشاركة جديدة هي الثمنة عشر بالنسبة للمنتخب الجزائري في مجموعة كينيا سينيغال وطنزانيا قبل هذه المباراة طبعا سينيغال كانت تفوقت على تنزانيا بهدفين مقابل سفر أجواء كبيرة في مدرجات ملعب الثلاثين يونيو قبل ثواني من دخول الفريقين لأرضية الميدان في أول مواجهة جزائرية كينية في نهاية كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ الكينيون الذين يشاركون لسادس مرة في نهاية كأس الأمم الإفريقية يعودون إلى المشاركة بعد خمس عشرة عاما من الغيم على الفارس بنجاح في أول كرة هذه دورتك وبطولتك يا بنجاح لم تكن تلع والكرة خرجت راحة ضربة مرمى يقول حكم المباراة في صالح المنتخب الكيني سعب جدا أن نتوقع كيف سينعب المنتخب الدزائري آتي المباراة شوف اللعبة كم كانت راحة يلعب بيتيس كرة بعيدة وانترق أنه لا يخطير يوسف إبلايلي يقول أفرياد محرز ينفذ هذه الركنية الدفاع يخرجها مباشرة في التركة الآن بلعمري جمال بلعمري مدافع نادي الشباب السعودي يلعب فقط مباراة الخمسة مع المنتخب الجزائري 29 سنة في عمره شوف كيف طلبها بغداد بنجاح بالرأس لكن رياض كعاتو رياض بالعقد بروعة لصفيان صفيان والتوزيع والركنية الثلسف لبلايلي حاول يمر والحكام يصفر لخطأ لصالح المنتخب الجزائري واحدة من كراتك مع الترجي والمنتخب الجزائري كرة بعيدة خطيرة عيسى مانلي رائع الكرة هذه عيسى في القائمة الثانية تردت شوية الحكام دقال داخل منطقة العمليات سيد الحكام البطاقة الصفراء للمدافع بود عمر هل ألم يكن داخل منطقة العمليات يا سيدي هنا كرة شوف لعادة مرة ثانية تسترجع بداخل رياض يستعد الحكام يأدن رياض يتقدم رياض يستدد الكرة فرقنية ثالثة لصالح المنتخب الجزائري لو كانت في اتجاه رؤوس كان ممكن هناك في الوسط ناحية ماسيكا في صراع عدل سوفيان فغولي يضغط والكرة لنها بعيدة احنا عندنا بالعمري وعندنا مندي خطيرة والحكام صفر الحكام صفر اي عطال ارجع اي عطال الانتنقى لجيال يسرى ماسيكا تغتية دفاعية من مندي قلنا يا يوسف في عطال دفاع أولى انت مدافع دورك واصل جمال بالعمري واصل جمال بالعمري هاي لمنه وخطائك ونحكام المبالات راق صوفيان راق صوفيان راق صوفيان يرعبها قول التطيد يوسف لبلاي يسدد كرة صوفيان والحارس يصد كادي اي عطال وانيا منطل القراء هاي لعطال ممنطل صعب مرت ببضع سنتيمتر تأتي الكرة مرت سلامات على الحارس شوف القوة عطار 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 سايدي الحكم في أول لعبة وفي أول هربة في أول دخل وفي أول المحاولة المحاولة هجومية يسنى من عمر المباراة بغداد يستعيد بغداد بالبراعة وبالروعة وبالاناقة يا سلام بغداد يا بغداد يا بنجاح ينجح في أس الشباك وتسجيل أول أهداف المنتخب الجزائري في المنديان الإفريقي بغداد بنجاح فعلها وسجل أدف الأول الهداف الحادي عشر لبغداد في إثنان رياض روغم رياض خضورة انعب يا بغداد والحكم ماذا قال وينك يا يوسف تعاون زملائك هايكورة خطيرة هايكورة خطيرة سبعيني راحب بغداد يا رامي يجب أن تكون بغداد بنجاح لكي تتوقع بأن الكورة تصلك بهذا الشكل بعدما اضربها المدافع صارت أقوى وأسرع ومع ذلك ما يسترجع الكورة يحط على الجالي من هناك بحثا عن أوميندي أوميندي كورة بيدا يلعب بليلي أوه سبعين بن ناصر كورة خطيرة أسماعين بن ناصر وغول وغول يا رياض يلعب مع أسماعين بن ناصر صغيرنا يمررها لكبير ما رياض الذي يأتي وبأسراه يحطها في القول شوف إسماعين ما دفعل راوغ ومرر التوقف ثم استلم دخل فوزع رياض بيسراه ضربت في المدافع ودخلت قول شكرا يا عمار يا عبود على هذه الكورة التي أدخلتها كورة تدخل كان على رامي بن سبعيني في الجياتي اليسرى أومى أوتينو هو الذي يدخل منذ الحاضر الشوطة الثاني من عمراته المباركة الهدف الثاني كان مريع للمنتخب البزائر لو بقينا واحد يواصل بن نجاح قوة كبيرة عن بن نجاح ما زال عنده الكورة في صراع من أمام المدافع سماعين بن ناصر ليبحث عن بغداد بن نجاح كورته لم تصل كانت خسيرة كورة تسمعين تقريبا هو ريا هيوز بايدا كورة هذه تماما عليك راحت نجا ماسي قول أبو علييلي والدفاع يخرج آه ورياد كده يختفى بن سبعيني ليبن ناصر هايكورد غول هايكورد غول هايكورد غول اولالا وباتريك ماتاسي يقطع الطريق أمام هذه الكورة يا سلام يا بن ناصر يا سلام انت اكتشاف المباراة اليوم واكتشاف النزلة الخلف مع جمال بن عمري صعب تتفوق على جمال بن عمري صعب تتفوق على جمال بن عمري مدار هاي رابا مع بغداد ترجع لإسماعين بغداد وإسماعين او يو 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 تدخل قوي من أمام إسماعين بن ناصر راح رياد سقط بغداد رياد دي سوفيان سوفيان بابا بابا رائع اولالا انتلق رياد سقط بغداد عن طريق اللعب أومين بي ورويس من قوته هو فهم التوجيهات تلعب بحذر اليوم تلعب في أين ممتازة بغداد منجاح البدأت تتعب يا بغداد البدأت تتعب الخطأ كل حكم المباراة على يوسف لصالح ناصر المنتخب الكيني بعد هذا التدخل ما يكون حكم المباراة ذكر بأنه مباراة القادمة ستكون الخميس المقبل بإذن الله أمام المنتخب السنغالي الذي فاز بيدوره على الطرف بعيدة من رامي على إسماعيل بن ناصر يضغط بغداد من هنا يوسف ورامي يوسف ورامي دخل رامي رامي بن سبعيني توفيع رويا الحارس رائع الكؤة من رامي بن سبعيني ويوسف بليلي والحارس كذلك يا رياضة ها على وصلة هذه الكرة ليوسف عطالي كل سمحت كل سمحت لأنه هذه كانت كرة هو اللي كان في الانطلاق هو اللي كان حاب يكون في الاستلام وفي الوصول بهذه الكرة في الأمام شوف هنا اللعبة ديجان في تسع مباراة مع المنتخب الخرج أوميندي ويدخل أمولو هو اللي كان في التقدي هنا يلحق عليه رامي والحكم ماذا قال تمت نمرة ثانية يبحث عن الكرة العليا راحت سلامات سلامات ثربة مرمى لرئيس أبن بولحي ينتظر يلعب مع رامي بن سبعين تنفذ بعيد Forkulli رياضي يسترجعها رياض لم يمرنا من أمام ونيما